السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصوت مسموع اللي سمع الصوت يكتب رقم واحد تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا جميع الاخوة والاخوات الموجودين انا سعيد النهاردة ان انا بقدم لكم المحاضرة دي برعاية شركة ايكوتي جلوبال ماركتز انا معاكم محمد جاهمي محلل ومدير محتوى في مجموعة ايكوتي هنتكلم النهاردة عنوان محاضرتنا هيكون عن سيكولوجية المتداول واثارها على اتخاذ القرارات هنتكلم على اهم الاستفات او اهم المميزات والعيوب اللي في كل متداول يعني ايه سيكولوجية المتداول وتأثيره على قراراته هنتكلم عن انواع وشخصيات المتداولين بجميع اختلافاتهم هميز ان نقول المميزات والعيوب لكل شخصية هنتكلم ان انت ازاي تقدر تبني استراتيجية ازاي تبني خطة عمل ايه اهم العيوب اللي انت يجب ان انت تتلفها وتتلاشها بحيث ان انت تبقى راجل خبير في اسواق المال وتقدر تعتمد على نفسك مش على اي حد تاني ان هو يساعدك في ادارتك للحساب خلينا نبتدي النهاردة اول حاجة يعني ايه سيكولوجية التداول سيكولوجية التداول معناها ان انت تغيير الادراك اللي انت بتتعرض له كمتداول عند تداولك في السوق بشكل فعلي باموالك الحقيقية باموالك الشخصية الحقيقية انت في البداية دايما بتخولك سوق المال سوق المال لعملات خصوصا بتتداول على حساب تجريبي في البداية بيهيئ ان الحساب التجريبي التداول عليه سهل وتقدر تحقق ارباح بمجرد ما تحط تمول حسابك بحساب حقيقي وتفيد تشتغل عليه وهنا طبعا بيقابل الصدمة ان الموضوع بيختلف ان انت سلوكياتك في الحساب التجريبي غير سلوكياتك في الحساب تمام الصوت مزبوط دلوقتي تمام لو في اي مشكلة في الصوت او اي حاجة تكتبوا كده ايه في الكوتشت هنا زي ما اتفقنا ان انت حسابك التجريبي بيبقى التعامل عليه مختلف عن حسابك الحقيقي هنا بيبتدي يدخل عليك احساس مختلف احساس انت اول مرة تحسه فيه احساس الخوف و احساس الطمع وده اللي هنتكلم عليهم كمان شوية ودي من اهم الشعورين اللي انت يعني اهم اسباب اللي بتخليك تواجه او من اهم الاسباب اللي بتخليك تواجه او من اهم ازابه انت خسارة نفسية المتداول. انت بتمر بمراحل معينة هنرتبها دلوقتي هنشرح كل خطوة فيهم بشيء من الإجاز بحيث ان احنا يا محاضرتنا يا محاضرة واحدة هنتكلم على سيكولوجية المتداول بس كل الفكرة ان احنا عاوزين نلخص الحل ايه? هل انا خلاص انا لقيت عارف ان فيه مشكلة في النفسية المتداول وتأثيرها مهم جدا على اتخاذ القرارات. اول مرحلة بنمر بها اللي هي عدم الوعي باهمية العوامل النفسية في التداول. بمعنى انت دخل السوق جديد تبقى ما عندكش مش ملم بكل السوق ده او مش ملم بايه المخاطر اللي انت بتواجهها فيه. ما عندكش وعي كامل بيه. دايما بداية الناس اللي بتشتغل في 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 سوق العملات في البداية هو كلهم ان انا طب انا عايزة اكسب فانا هتعلم تحليل فاني. فخلاص بيخش تعلم تحليل فاني عشان اعرف استراتيجية وادخل اشتغل عليها وخلاص. دي المرحلة الاولانية انت مش مدرك. اسمها مرحلة عدم الوعي. بالسوق مسلا. هنيجي للمرحلة التانية. المرحلة التانية ان هنا مرحلة اسمها الادراك. هنا انت بتدرك ان لأ ده فيه حاجة انا مش فهمها. اه انا عارف تحليل فاني اه انا بعرف ازاي احلل الرسوم البيانية على الشرطات. لكن مش قادر اكسب الفلوس. مش قادر حقق ربح. طب ايه هنا المشكلة? هنا بتبتدي بقى في المرحلة التانية ان انت تبتدي تقربها اكتر. تتعمق اكتر في السوق. دي المرحلة التانية. ان انا عايز اعرف. طب انا ليه ما بكسبش? انا في البداية انت خلاص عرفت ان في سوق عملات. عرفت على استراتيجية او اتنين من الموقع ما. ابتديت لأ طب انا عارف صح بس انا مش عارف حقق ارباح هنا هتبتدي تشتغل على نفسك اكتر وتبتدي تبحس اكتر. طيب. هندخل على المرحلة التالتة. وهنا بقى دور العمل للنفس فيها مهم جدا. عفوا ان هو دور العمل للنفس هنا غير مهم. انت خلاص العمل للنفس انت عرفته في المرحلة التانية. هنا ان السبب اللي انت اغفلته اهمته ايه? كانت في المرحلة الاولى. هنا ايه? بنقلق كل يوم في الحواجز النفسية الداخلية تم التغلب عليها. وبتمكننا من تغيير نفسنا وسلوكياتنا في التداول. باستطناعاتنا ان احنا هنا ننفس خط التداول. احنا هنا بنتكلم على المرحلة التالتة اللي بيقمل كل واحد او كل متداول ان يوصل له. انه هو ادرك ان المرحلة التانية لأ ده فيه مشكلة. احنا لازم ندركها. فهنا في المرحلة التالتة انت بتبقى مرحلة الادراك او مرحلة الوعي اللي انت فيه ان انت تدرك المرحلتين اللي فاتوا. في المرحلة التالتة دي كل واحد بيعتبر انها دي الهدف بتاعك ان انت توصل له. ان انا يبقى مدرك لا ان فيها عوامل نفسية. ده غير الطريقة العمل اللي انا شغال بها وخط التداول. لكن عايزين نوضح برضو ان المرحلة التالتة دي انت عشان توصلها ده بالنسبة لك مش موضوع سهل. انت ممكن تاخد فترة طويل عشان توصلها. المرحلة التانية تقريبا هم اغلب المتداولين في اسواء المال عموما هم بيبقى متعثرين في الوجود فيها. اللي هو طب انا عارف تحليل فني طب انا عارف استراتيجية طب بتنقل الطريقة دي. طب اقرأ لفلان طب اقرأ الموقع الفلان بيقول ايه. هنا دي المرحلة التانية. المرحلة التالتة بقى بتخليك في المرحلة اكثر خبرة في السوق. طيب خلينا بقى في المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة هنا ان انت بتكون ملمة بثلاث مراحل الاولانيين. علشان تبتدي تبقى متداول اسواء مال محترف او متداول سوق عملات محترفة. يعني انا شرحت لكم الموضوع باختصار بس يعني تفسير الخطوات اللي انت بتعدي عليها. في ناس زي ما هي في اول مرحلة. في ناس بتزل في تاني مرحلة. في ناس قليلة بتوصل لتالت مرحلة ورابع مرحلة دي اللي بتبقى واحد محترف في السوق. خلينا نتكلم على اهم حاجة احنا اتكلمنا عليها. ايه هي الاهم حاجتين بيقصروا على سيكولوجية التداول او بيأثروا على المتداول نفسه. سيكولوجية التداول بتأثر سيكولوجية التداول على قرار المتداول اثناء التداول نفسه. وفيه عاطفتين تحديدا بيعتبروا هم المصدر خسارة المتداولين في سوق العملات الاجنبية على مدارة السنين اللي فات. مش سوق العملات الاجنبية بس هو على اي سوق مال عموما العاطفتين دول هما أخطر عطفتين ممكن يحددوا مصير اتجاهك للربحة أو للخصار اللي هما الخوف والطمع الخوف ده اللي بيخليك متداول بتدخل الصفقة وبتظهر قدامك فأنت مش عارف بعد ما تدخل الصفقة دي هل أنت تقفل على ربح بسيط هل استتظر ربح أكبر طب أقفل مبكرا أقفلها بدري ما استمرش في الصفقة دي ده هنا مرحلة الخوف انت مش حاطط طريقة عمل واضحة بالنسبة لك في شعور تاني اللي هو الطمع بيجعل المتداول يدخل في صفقات كبيرة وذاتها مخاطرة عالية مع الرغبة في تحقيق أرباح كبيرة الطمع هنا يمكن يخليك متداول وليكن انت بحدد الهدف بتاعك خمسين نقطة انت لو طمع بتلاقي إن خلاص الصفقة قاربت على تحقيق الهدف بتاعك انت هنا بتطمع في أكتر لا أصل فيه أخبار إيجابية أو أصل المحلل الفلاني بيقول إن الزوج الفلاني مكمل تارجة كذا هنا انت بتبتدي تدخل الطمع طب إحنا فسرنا أهم حاجتين في سيكولوجيت المتداول واللي بيأثروا عليه طب إحنا عايزين نوصف شخصيات المتداول في السوق أنا هنا هوصف لكم بشكل مختصر أغلب شخصيات المتداولين الموجودين في السوق كل واحد فيك هيكون نوع من الأنواع اللي أنا هعدهم دلوقتي هنا يبدأ دايما بيتميز المتداولين في أسواق العملات بشخصيات مختلفة كل شخصية طبعها بتطفي على طريقة التداول الخاصة به هنا علشان تنجح في التداول في أسواق المال أنت لازم تعرف مميزات وعيوب كل شخصية لازم تعرف أنت في أنهي شخصية وبحيث أنت لو أنت من شخصية غلط أو فيها مشكلة أنت تعدل نفسك للشخصية الأولى أنا هنا هشرح كل الشخصيات المتواجدين في السوق عموما وهقول لك الأفضل إيه وإن شخصيته غلط يبتدي يتلاشى ده وفي آخر المحاضرة هبتدي أشرح أنت إزاي تحط خطة عمل من البداية بحيث أن أنت دي اللي هتنظم لك أسلوب تداولاتك وهتنظم لك شخصيتك وهتخليك تتلاشى الطمع والخوف اللي هما موجودين عندك في بتاية شغلك في السوق خلينا نتكلم على أول واحد اللي هو المتداول الحذر المتداول الحذر ده هو المتداول المتحفص في تداولاته عدد صفقاته دايماً بتبقى ليلة جداً ما بيدخلش أي صفقة اللي إنه هو بعد ما يدرسها كويس جداً في الغالب بيفوت فرص كتيرة جداً منه عنده دايماً مبدأ واحد إنه هو يفوت الربح ومحاقش الخسارة ده دايماً المتداول الخايف اللي الآن دايماً من السوق هو حذر دي حاجة إيجابية أنت برضو تبقى ما عندكش تصرع أو تهور في دخول صفقاتك لكن برضو الحذر الزيادة بيفوت عليك فرص كتير وبيخليك برضو يبقى فيه نوع من التردد في كل صفقة أنت بتدخله فبرضو دي مش من الشخصيات المفضلة أن أنت تكون متداول حذر فوق الوسط آه عندك حذر وعندك إدارة راس مال وده هنتكلم عليه كمان شوية لكن فيه نوعية متداولين اللي هو بيسيطر عليه الخوف إنه هو عايز يحافظ على راس المال وممكن يفوت على نفسه فرص كتيرة من الربح وممكن يقفل صفقات كتيرة على خسارة وتكون هي هتجيب التارجد بتاعه ده نوع من أنواع الشخصيات المتداولين في السوق فيه نوع تاني وهو عكسه تماماً إنه المتداول المجازم ده ما عندهش أي عواطف وهو بيخش صفقات كتير في السوق بعدد عقود كبيرة ما عندهش إدارة راس المال مش محافظ عليها وده دايماً بيعرض حسابه لكتير من الخسائر وبيعرض وساعات طبعاً بيحقق ربح كبير بس ده برضو مجازفة ومخطة الصوت كده مظبوط تمام رجع بقيت زور لكم على مشكلة الصوت المتخطع تمام طيب بنرجع لكم يا بيقولوا إحنا بنتكلم على المتداول المجازم هنا اللي ما عندهش المتاجر المجازف هو المتاجر اللي ما عندهش عواطف بيدخل بمجازفة كبيرة ومخطرة كبيرة في السوق بعحجام أو عقود كبيرة ده بتقابله كتير من الصعوبات إنه مهما حقق ربح من المخطرة بتاعته إنه بتيجي عليها وقت بتخسره كل اللي قدر يكسب فهنا برضو إنت ما يكونش عندك مجازفة إلا لو كانت مجازفة أو مخطرة محسوبة وده هنتكلم عليه كمان شوية وإحنا بنحط خطة التداول اللي إنت المفروض تمشي عليها عندنا بعد كده المتداول الناسخ المتداول الناسخ ده المتداول اللي هو ما بيعتمدش على نفسه خالص هو كل اللي بيعمله إنه هو بيرائب أراء المحللين وبيتابع التوصيات بيتابع المنتدايات وما كل ما عليه إنه هو إين الصفقات يشوف فلان بيقول إيه ويدخل عليه وده طبعا أسوأ نوع من أنواع المتداولين وللأسف أغلب أو فيه غالبية عظمة من المتداولين حاليا ما هو إلا بيدور على توصيات أو أراء ناس غيره بحيث هم يساعدوه في التداول وده مش صح مش صح إنه تقريبا حتى لو توصية جات معاك مرة واثنين وثلاثة صح بعد كده واحد هتدخل معاك توصية هيخسرك كل اللي انت عملته مش صح إنه ما بتتعلمش حاجة انت في السوق مجرد إنه بتنقل بس صفقات وبتشوف أراء ناس لكن إنت ما بتضيفش لشخصيتك حاجة كمتداول ودي مشكلة كبيرة إن إحنا هنقول إنت حتى لو متداول بتحقق خسارة في الأول فأنت بتستفيد من تحقيق الخسارة دي بتستفيد إن إنت بتتعلم منها بتقدر تراجع نفسك وتراجع خطواتك وبتستفيد من كده لكن إن انت تبقى مجرد متداول ناسخ لصفقات غيرك تاخد توصيات من الغير أو تتابع أراء محللين تانين فأنت هنا ما بتضيفش لنفسك حاجة كمتاجر فدي برضو مش من الشخصيات المحبزة إن انت تبقى منها خلينا بقى نتكلم عن المتداول الرابع وهو المتداول المرن وده من وجهة نظري من أفضل المتداولين هو متاجر على حسب اتجاه السوق يعني إيه؟ يعني اتجاه صاعد أو هابط هو بيحاول يتكيف محركة السوق عمله مرونة بتقلبات السوق مش متمسك برأيه دايماً بيتكيف معه الظروف اللي بيشوفها في التداول يعني صفقة عكست عليه بنسبة كبيرة بيقدر يتكيف منه هو إيه بلان بيه اللي أنا ممكن أقدر أتصرف فيه بيقيم الوضع الحالي للسوق ولمي دايماً بالأخبار وبيعاز يستواجد أنه بيكون بتغيير وجهة نظره يعني مش متشبس بوجهة نظره وده اللي يفضل أن يبقى عليه أو على الحال أي متدور في سوق العملات أن أنت لازم تبقى شخص مرن مش لازم اللي أنا أقولته قبل ما أدخل الصفقة هو اللي يحصل مش لازم أتشبس برأيي أو أقول أن أنا طالما قلت الحاجة الفلانية لا أنا لازم تحصل لا الوضع مختلف عن كده أنت لازم يكون عندك مرونة في السوق مرونة في تغيير وجهة نظره السوق هو مش 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 ثابت يعني فيه أحداث ومتغيرات ممكن تحصل على الطريقة اللي أنت حاطيتها مثلاً أو على أياً كان الاستراتيجية اللي أنت بتتبعها في شغلك لازم تبقى متداول مرن في كل صفقة أنت بتدخله خلينا نتكلم بعد كده على المتداول الجاشع وده خامس نوع من المتداولين المتداول الجاشع اللي بتداول بعدد عقود كبير جداً وبيخاطر بشكل عالي بحسابه وهدفه الوحيد هو المال السهل والسريع بدون التعلم وعادة ما ينفجر حسابه وبيخسره الجاشع ده بقى اللي هو أصعب من المجازف والمخاطر لا المجازف والمخاطر ممكن يبقى عنده شوية ملمة بإقدارة راس المال ومقلمة بحسابه ويبقى عنده كنوع من الخبرة شوية آه هو مخاطر ومجازف بس عنده نوع من الخبرة لكن الجاشع ده اللي هو بنسميه الطماعة برضو اللي هو أكتر حاك تنتخاف منه من هو الخواف والطماعة الجاشع ده دايماً هدفه أنه هو عايز يكسبه بس وبيكبر الحساب وفي الغالب ده في الغالب 99% نحسابه في الغالب بيكون بيمارجن كول بيغسره كل خلينا نتكلم على النوع اللي بعد كده المتداول المتغطرس اللي هو عكس المارن المتداول المتغطرس ده هو المتداول اللي بيشوف نفسه أنه هو على حق أغلب الوقت مش مارن مع السوق بيه عنده وعادة ما يتعرض لكثير من الخسائر بسبب تمسكه برأيه عندي تحقيق هدفه بتجعله اللي هنا أنا عملت أنا حققت الهدف اللي أنا قلته وعند الخسارة بتحسه أنه مختفي عارفينه ما إحنا النوعيات دي بتبقى موجودة في منتدايات وموجودة على تويتر أنه هو بيدي توصيات أنه أنا بقول التوصيات الفلانية فأنا على صح حتى لو يعني الصفقة بتاعته ضربت وقف الخسارة بتلاقيه يختفي من على الساحة الفترة فده متداول متغطرس تحاول أن أنت ما تكونش منه ما تكونش متشبس برأيك فيه كتير من الكبار المحللين بيقولوا توصيات وبتطلع غلط وارد جدا ده أكيد جدا أن أنت لازم تحصل صفقات وتضرب فيها وقف خسارة بتاعت أو أن أنت تخسر فيها ده طبيعي جدا أنه إحنا بنتعلم من ده ما فيش حد طول الوقت لازم تبقى هي رأيه هو الصائب 100% حتى دايما هتلاقي أغلب المحللين دايما احتمال أو لو احتمال يحصل كذا ما فيش حاجة اسمها لا لازم يحصل السيناريو الفلاني لازم فيه كذا سيناريو يحصل على أساس أي سيناريو في أنت بتتكيف معه بتكون مارن معه هنتكلم على المتداول الرقم 7 وهو المتداول المتعلم المتداول المتعلم ده اللي هو دايما بيخصص وقت من يومه بحيش أنه يتعلم المزيد من الطرق والطرق التداول ودراسة أساليب التحليل المختلف وده دايما بيقرأ ويتعلم من تجارب الأخرين وده مفيد جدا جدا أن أنت ده المفروض أيا كان يعني متداول مارن ونضيف عليها كمان متداول متعلم مش معنى أن أنت معك طريقة كويسة أو معنى أن أنت بتقدر تحقق ربح فأنت خلاص كده وصلت للنهاية سوق المال أو سوق سوق العملات خصوصا هو سوق متقلب أنت ممكن الطريقة اللي أنت شغال بيها لمدة شهر اثنين تلاتة سنة كويسة بس بعد كده السوق نفسه اختلف أنت لو مش ملمة ومتغير مع السوق وبتتعلم من تجاربك وبتتعلم من حركة السوق وبتحاول تتكيف معاه هنا أنت هتتحول من أن أنت متداول ناجح لمتداول برضو هتحقق خسارة بعد كده فأنت لازم تكون دائم التعلم دائم مطلع إيه الناس بتقول إيه الجديد إيه الطرق الجديدة إيه واحد وجهة نظره ممكن تكون هتضيف لك لمعلوماتك أو هتضيف لطريقتك واستراتيجيتك حاجة جديدة فلازم دائم تكون مطلع على السوق مطلع أن أنت تتعلم حاجة جديدة فيه مش معنى أن أنت وصلت المرحلة أن أنا بحقق ربح كويس فأنا خلاص أنا مش عايز حاجة من السوق لا لأننا مش هيستمر أن السوق دائم متغير ومتقلب بأحداث مختلفة كتير هنتكلم على المتداول رقم 8 ده متداول كرة السنة ده المتداول اللي هو الهادي زي ما بينه ده هدفه ربح قليل ويكبر حجم الحساب بتاعه هو حريص في الحساب بتاعه ومعندوش جاشة ودايما متعل ده دايما اللي هو يعني اللي نفسنا أي حد يوصل له أن أنت متداول مش هدفك أن أنا أحطي فلوس النهاردة ألف دولار كمان شهر اثنين يبقوا مئة ألف أو مليون زي ما احنا بنسمع رحلة المليون في خلال شهر الكلام ده مش صحية ومش واقعي ومفيش حاجة بتعمل كده ومفيش حد عمل أو نادرا يحاول أن هو يدخل السوق ويكون ده هدفه أن أنا أحول الألف المليون في شهر واتنين ده مستحيل الموضوع بيبقى لا محتاج جهد وتعب وتعليم فمتداول كرة السلجة ده آه هدفه كبير بعد كده أن هو يحقق ربح كبير بس واحدة واحدة عنده هدف بيوصله وهدف بيسعى إليه لكن بنسبة ربح بسيطة في الشهر أو في الأسبوع على حسن الطريقة بتاعتك ودايما تكون شخص متعلم وبتضيف لنفسك أو للطريقة اللي أنت شغال عليها خلينا بعد كده لتكلم على المتداول المختلف ده المتداول اللي بيجمع ما بين مميزات التحليل الأساسي والاطلاع على البيانات الاقتصادية وبيكون ملم برضه تمام تمام الصوت كده تمام تمام هنا هنتكلم على المتداول المختلف تمام أنا هيتشاره أنا ما شرحتش المتداول المختلف المختلف ده اللي هو عنده بيجمع ما بين التحليل الأساسي وبيجمع ما بين التحليل الفني التحليل الأساسي أن أنت بتعتمد على قراءتك للأخبار والبيانات الاقتصادية وملم بالأحداث السياسية الموجودة وبتتابع الأزواج العملات أو العملات بشكل مالي أكتر أو بشكل إحنا بنسميه تحليل أساسي تحليل بشكل مالي أكتر وتفصيلياً بالبيانات والأخبار اللي بتطلع على العملة أو على اقتصاد الدولة اللي أنت بتتبعهم طيب التحليل الفني بقى مستوي التحليل الفني هو بيحدد لك مناطق الدخول وتحقيق الهدف والخسارة ووقف الخسارة ومناطق الدخول والخروج من السوق سواء شراء أو بيع بيحدد النقطة نفسها يعني أنا ممكن تكون وجهة نظري على المدى المتوسط أن اليورو وليكن مثال مثلاً أن اليورو هيطلع التحليل الفني هنا بقى بيجي يساعدك في حاجة معينة أن أنت طبقه آه هو هيطلع على المدى المتوسط وليكن خلال الثلاثة أربعة شهور الجايين بس هل أفضل منطقة أفضل منطقة للشراء إيه؟ دلوقتي ولا لا أنتظر شوية لأنه هو بيصحح مثلاً الخمسين أو مئة نقطة لتحت بس هو هيرجع يكمل فأنت هنا لما بتربط ما بين التحليل الفني والتحليل الأساسي أنت هنا بما عندك بتكون متداول من المتداولين المتميزين أن أنت يبقى عندك رؤية رؤية واضحة للإقتصادة اللي أنت شغال عليها أو العملة اللي أنت شغال عليها وفي نفس الوقت أنت ملمي بالتحليل الفني وبيساعدك في الدخول في أفضل الأوقات الصحية فأنت دايماً ما تشمعنا أن أنت أغلب الناس بتهتم بالتحليل الفني وبتهتم بالاستراتيجيات الفنية فقط وبتهمل الوضع المالي أو الوضع التحليلي الأساسي للاقتصاد وده مهم أنت ممكن أن يكون في كل دارس تحليل فني وملمي به الوضع أيضاً أنت ممكن أن تكون آه هو قسم مقاومة أو اخترق مقاومة ومتوقع أنه يكمل لكن فيه أخبار اقتصادية سيئة مثلاً إنت هنا لو ملمي بالتنين هتبقى آه عارف أنه ممكن يصعد بس لا أنا مش متفائل به أو أنه يطلع لكتير أو ما خليش ترجط بتاعي للصعود كبير لا تبقى حاجة صغيرة بس أو هدف صغير بحيث أن أنت تبقى ملمي بالمدى المتوسط أو مدى المتوسط دي رايح على بس أنا أكلمتوك على الاقتصاد المتداولين وهم المختلف كيفة عرفنا دي كلها كمتداول كل من الشراء المتداولين أنه نحن نبقى أنهم عايزوا بمتداول تحقق ربح في السوق أو المتداول بتواجه مخاطر السوق إزاي تقدر تدير محفظتك المالية وتحافظ عليها الصوت مسموع الصوت مضبوط تماماً طيب هنا أنت عسان تكون متداول عملات محترف وناجح فعلاً ومستمر نجاحك في سوق العملات لازم يكون عندك خط التداول وخط التداول التي تكون واضحة وحاطة البنود الأساسية بتاعتها بحيث أن أنت تمشي عليها مضبوط على الرغم من أهمية خطة التداول أنه كثير من الناس أو كثير من المتداولين ما بيهتموش أنه يحط خط التداول لأنه دايماً بطبيعة الإنسان وبطبيعة البشر مش المتداولين بس ما بيحبوش دايماً القواعد وسوابت يمشوا عليها دايماً بيبقى فيه نوع من أنواع اللي هو عايزة يمشي بدماغه شوي ما بيحبش حتة أنه يبقى حط قواعد وأمشي عليها بالإن أنت لو شفت أي قصص نجاح كتير من المتداولين سواء في سوق العملات أو في أي مجال تاني يعني أي مجال تاني مختلف عن السوق العملات لازم يكون لك خطة عشان تقدر تمشي عليها واحدة واحدة تحيس أن أنت توصل للهدف بتاعك يبقى هنا عايزين نقول أن من أهم أسباب فشل المتاجرين في أسواق المال عموماً عدم اتباع خط التداول بيلتزم بيها عشان يحقق الربح اللي هو بيستهدفه خلينا نقول حاجة مهمة تاني أن خطة التداول دي خطة بتبقى شاملة من ضمنها استراتيجية التداول بس أن استراتيجية التداول دي بس بتمثل عشرين في الماء من نسبة نجاحك في السوق فيه 80% معتمدة على حاجة تاني خالص اللي هي أقدر ترسل المال أنت إزاي تقدر تكون متداول متعلم تحسن من النفسيتك كمتداول بحيث أن أنت تسيطر على دافع الخوف والطمع ودي بقى الخطة اللي احنا هنحط البنوت بتاعتها واحدة واحدة دلوقتي تمام؟ أول حاجة أول حاجة هتبتدي عليها أن انت خلاص أنا عايز أحط خطة التداول بحيث أن أنا أبقى متداول محترف مش متداول عشوائي أو متداول ما عنديش خبرة في السوق أن أنت تحط استراتيجية تداول خاصة بك أيا كانت إيه هي يعني إحنا ما بنتكلمش في استراتيجية بعينها إحنا بنتكلم أن أنت بداية أو بداية أن أنت يبقى عندك خطة تداول أول حاجة فيها أن أنت يبقى عندك استراتيجية تداول خاصة بك استراتيجية تداول دي معناها أنه يبقى ليك نظام ثابت بتحدد منه حجم المكسب وحجم الخسارة اللي أنت بتتوقعه ويمكن أن أنت تقبله أو الخسارة اللي أنت ممكن تقبلها لازم في البداية تحدد الاستراتيجية اللي انت بتشتغل عليها وبتتأكد من ظروف السوق اللي بتطبقها عليه اتجاه واضح بمعنى ايه? خلينا نتفق ان الاستراتيجيات في منها انواع كتير مختلف في استراتيجية بتبقى ممتازة جدا في الاتجاه الصاعد او ممتازة في الاتجاه الهابط او التذبذب مثلا بيسبب لها خسارة الاتجاه الواضح سواء صاعد او هابط ده بيحقق ربح كبير وبالعكس ممكن تكون الطريقة اللي انت شغال بيها بحقق خسارة سواء اللي يبقى فيه ترند قوية او حرقة قوية دي طبعا بتختلف على الطريقة اللي انت شغال عليها فهنا فيه حاجة مهمة جدا لازم تعملها وتختبر بيها الاستراتيجية اللي انت هتشتغل عليها اللي انت تشتغل على حساب تجريبي ليه بقى? وتشتغل عليه مش لفترة صغيرة مش اقل من شهرين ثلاث شهور تشتغل على حساب تجريبي بس بتختبر استراتيجية التداول اللي انت شغال عليها هنا انت من خلال تداولاتك على حساب تجريبي طبعا انا بتكلم ان انت بتطبق فعلي مش بتفتح صفقة وتسيبها للسوق لا انت هنا بتدخل الصفقة محدد الهدف ومحدد وقف الخسارة بتاعك وهنتكلم كمان شوية ازاي تقدر تحدد الهدف بتاعك ووقف الخسارة وتحط يقدر يترسل مال بس انا دلوقتي بتكلم على فكرة ان انت في البداية بيعندك استراتيجية في خلال تداولاتك انت هتظهر لك نقطة الضعف ونقطة القوة للطريقة اللي انت شغال بيها هاللي بقى لك انت لهم يعني انت امون كتير من الاستراتيجات اللي انت بتشوفها وبيهيأ اليك ان هي ممكن تحقلك ربح كبير لكن على ارض الواقع الشيء مختلف تماما فانت لازم تجرب بنفسك ما تعتمدش دايما على قرية الاستراتيجية من موقع ما او من شخص ما وبس وتي بدأت تشتغل على حسابك الحقيقي من خلال تداولاتك فعلي انت على حساب تجريبي ومن خلال ان انت تقدر تطبق فعليا كل القواعد بتاعت الاستراتيجية انت هنا هتقدر بتستفيد جدا من الموضوع ده ان انت تقدر بتحدد نقطة القوة فيها ايه نقطة الضعف طب انا اقدر ممكن اتلاشى ايه او ممكن اعدل من ايه فده نقطة مهمة جدا فاول حاجة ان انت تحدد الخطة بتاعتك ان يبقى عمدك استراتيجية تداول واضحة طيب خلينا نشوف تاني حاجة من خطة التداول وهي هنتكلم عليها لها وقف الخسارة طيب وقف الخسارة ده معناه ان انت ده مقدار الفلوس اللي انت تقدر او تقدر تستحمله في حسابك في الصفقة الواحدة وطبعا ده بيختلف من شخص لشخص يعني ما فيش رقم معين الناس اتفقت عليه هو او نسبة معينة هو ده وقف الخسارة طبعا النسبة دي بتتراوح ما بين واحد لعشرة في المية بحدة اقصى تمام طيب بنحدد ان انت تلوحت في المية لو انت متاجر قصير المدى بمعنى انت متدول بتخش صفقات كتير في اليوم او الاستراتيجية اللي انت شغال عليها بتقول كده خلي بالك ان الاستراتيجية اللي انت هتختارها هي برضو يعني لها قواعد كتير انت ممكن تكون بتتبع استراتيجية بتدخلق صفقتين او طلت صفقات بس في الاسبوع الراجل انت متاجر متوسط المدى او فيه ممكن متاجر طويل المدى هو بيدخل صفقة تمام الصوت كده مظبوط انا بعتزرقه عن مشكلة تقطيع الصوت بس انا باخد بالي اول ما بصوت بيقطع بيتكتبه بوقف شرع كده الصوت مظبوط تمام تمام طيب هنا بنتكلم على وقف الخسارة ان هو حاجة مهم جدا في اسلوبك في التداول وده بيختلف من من متاجر لمتاجر بمعنى انت لو متاجر قصير المدى بتدخل صفقات كتيرة في اليوم فانت هنا يفضل ان انت نسبة الخسارة للصفقة الوحدة من واحد لثلاثة في المية بس طيب انت لو متاجر متوسط المدى متوسط المدى يعني بتدخل تداولاتك او صفقاتك ممكن في الاسبوع مثلا ثلاث صفقات بس هنا خلي نسبة الوقف الخسارة بتاعتك بتتراوح من ثلاثة لستة في المية مثلا لكن انت لو متدول طويل المدى يعني ممكن تدخل صفقتين او ثلاث صفقات بس في الشهر انت هنا ممكن تخلي تعلي النسبة اكتر لعشرة في المية خلينا نقول ان انت برضو النسبة وقف الخسارة لها علاقة بتحديد الربح وده اللي هنتكلم عليه في النقطة اللي جاية بس احنا هنغلينا دلوقتي بنتكلم على اهمات وقف الخسارة لان هو ده المنقذ الحقيقي لحسابك يعني ما فيه طرق كتير بتعتمد على التعزيز والتبريد وان انت متحطش وقف الخسارة وكل الطرق دي في الاخر هتوصلك ان انت هتخسر الحساب لازم 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 وبأكد على كده نازم الطريقة اللي انت شغال عليها يكون فيها وقف خسارة علشان ده المنقذ الحقيقي لحسابك في حالة انعكاس السوق منكم اللي متابع السوق من فترة احنا بنشوف فيه انعكاسات كبيرة بتحصل في السوق وليكن 2000 او 3000 نقطة في خلال دقايق او في خلال ثواني فهنا انت لو ما عندكش وقف خسارة وما فيش حساب هيقدر يستحمل لا تعزيز ولا تبريد النسبة دي كله فخلينا دايما نوضح حاجة مهمة اللي هي فكرة وقف الخسارة لازم تكون ملتزم بيها في اي استراتيجية انت هتبتدى تطبقها في خطة التداول بتاعتك ولازم قبل اي فتح صفقة تكون نحدد النسبة اللي انت تقدر تستحمل خسارتها تمام خلينا نتكلم بعد كده علاء حاجة مهمة جدا لازم تكون من ضمن خطة التداول بتاعتك وان انت تحدد اطار زمني وتحدد قيمة ثابتة للتداول الخاصة بيك ممكن كتير منكم يشوف ان القاعدة دي قاعدة بسيطة جدا وهي مش مهمة لكن هي مهمة جدا مهمة جدا ان انت تثبت اطار زمني بحد اقصى اطار زمني واحد بدل التشتت ما بين اكتر من اطار زمني بمعنى انت الطريقة بتاعتك بتقول ممكن تتابع على الساعة والاربع ساعات والديلي والويكلي لا تمام لازم انت لو كان عندك التزام باطار زمني واحد وليكن الساعة وبحد اقصى اثنين يعني هيبقى بحد اقصى دي يعني لو انت عايز تأكد الطريقة بتاعتك ان انت هيكون عندك اطار زمني تاني بيساعدك في الدخول في صفقات كل لما هتكون بتقلل الاطار الزمني اللي انت بتتابعه ده هيريحك في ان انت تستخرج الصفقات صح هيريحك ان انت تعرف تطلع الصفقة المزبوطة في حاجة تانية مهمة برضو مع الاطار الزمني ان انت تحدد قايمة بازواج العملات او المنتجات اللي انت بتتداول عليها واحنا دايما بننصح في البداية ان انت تكون القايمة دي ما تزيدش عن عشر منتجات ممكن زيادتها بعد كده مع الوقت والخبرة لكن يفضل في البداية ان انت تبتدي تشتغل على عشر منتجات بس ومن فترة للتانية برضو بتبص على مجموعة تانية من المنتجات بحيث ان انت تختار الافضل للطريقة اللي انت شغال عليها والافضل للطريقة اللي استراتيجيتك بحيث ان هو اللي بيحقلك افضل عائل فدي نقطة مهمة جدا بتريح عليك وبتسهل عليك امور التداول اللي انت يكون عندك اطار زمني واحد شغال عليه وعندك قايمة من ازواج العملات او ازواج المنتجات عموما اللي انت شغال عليها هنا بقى دي نقطة المهمة جدا اللي هي لها علاقة قوية جدا بوقف الخسارة وهي تحديد نسبة العائد الى المقاطر بمعنى احنا قلنا اه ممكن نسبة وقف الخسارة بتاعتك هتختلف واحد في المية اتنين في المية لحد عشرة في المية على حسب انت كنت متاجر قصير المدى او طويل المدى طيب احنا هنا تكلمنا عن وقف الخسارة طب العائد بقى العائد ده مهم جدا فكرة العائد للمقاطر هو مقدار الربح اللي انت بتتوقعه بتتوقع تكسبه في سبيل الخسارة اللي انت تقدر تستحملها هنقول مثال عشان نوضح اكتر انت هنا لو متداول هتخاطر بمية دولار في الصفقة دي لكن بتستهدف تحقيق ربح ربعمية دولار تمام هنا احنا بنقول ان انت عندك نسبة العائد للمخاطرة اربعة الى واحد اربعة الى واحد ازاي يعني انت عندك الواحد ده هو وقف الخسارة بتاعك مية والربح بتاعك اربع اضعاف وقف الخسارة فانت هنا بتنتظر تحقيق ربح اكبر من وقف الخسارة بتاعك باربع اضعاف احنا هنا بنقول ان انت لازم لازم على اقل تقدير ان نسبة العائد للمخاطرة تكون الاثنين الى واحد بمعنى ان انت لو هتكون متوقع تخسر او وقف الخسارة بتاعك مية دولار او عشر نقط يبقى هو الربح بتاعك على الاقل يكون يمتين دولار يعشرين نقطة على حسب العائد اللي انت داخل به بس الفكرة ان هو هيبقى ضعف وقف الخسارة هنا مثال تاني انت لو بتخاطر بتلاتين نقطة في صفقة انتون ما والربح المستهتف بتاعك تلتمية نقطة فهنا نسبة العائد او نسبة المخاطرة للعائد بتاعك هتكون واحد الى عشر يعني انت بتخاطر بتلاتين ومتوقع ربح او يعني نسبة المخاطرة بتاعتك من واحد الى عشرة انت بتخاطر في تلاتين نقطة في سبيل ان انت الربح المتوقع لك هو عشر اضعاف التلاتين نقطة دول اللي هو تلتمية نقطة طب خلينا هنشرح دلوقتي مثال هيوضح لك الفرق ما بين انت يبقى عندك نسبة عائد لمخاطرة واحد الواحد واحد الاثنين وواحد لثلاث خلينا نقول ان انت ولنفترض ان راس مال حسابك هو عشر تلاف دولار ونسبة الارباح بتاعتك نسبة الارباح في عشر صفقات هتكون اربعين في المية وهنا نسبة العائد للمخاطرة هتكون مختلفة من واحد الواحد وواحد اثنين وواحد لثلاث ونسبة الخسارة سبت هي اثنين في المية في كل صفقة خلينا ناخد المثال ده ونوضح بالتفصيل اكتر هنا لو هنقول ان نسبة واحد لواحد انا دلوقتي بخسر بخسر ست صفقات وبكسب اربعة بس بتكسب اربعة من عشر صفقات نسبة نجاحك اربعين في المية هنا لو نسبة الخسارة سبتة هي امتين دولار فانت خسرت امتين دولار في كل صفقة وكسبت امتين دولار في كل صفقة هنا هنقول انت امتين دولار في الاربع صفقات اللي انت خسرتهم هنا انت كده كسبت عفوا ان الاربع صفقات اللي انت خسرتهم هنا انت كده كسبت تمنمية دولار لكن في الخسارة انت لما خسرت ست صفقات هم هم المتين دولار لان انت نسبة العائد للخسارة واحد لواحد فانت هنا خسرت الف ومتين دولار فهنا انت حققت نسبة خسارة في الاخر ربعمية دولار طيب خلينا نشوف هو هو نفس المثال ده وليكن ان احنا كانت نسبة الربح بتاعنا هي ضعف نسبة الخسارة عدد الصفقات النكحة هي هي لكن انت كانت ضعف وقف الخسارة اللي احنا متفقين على 2% من الحساب اللي هم 2 دولار لكن انت هنا علت نسبة الهدف بتاعك خلتها ربعمية فهنا الوضع هيختلف بقيت هتكسب اربع صفقات اه لكن ان الصفقة الكسبانة الوحدة بربعمية فهنا اربعة فاربعة هنا ستاشر يعني 1600 دولار ربح والصفقات الخسرانة هي ثبتة زي ما هي 200 دولار 2% من الحساب اللي هي 1200 فهنا انت هتكون محاقة ربح بربعمية دولار في الاخر شايف هنا الربح زاد بمجرد انا غيرت نسبة العقد للمخاطرة لكل صفقة خلينا نتكلم على تالت مثال وهنا بنكبر نسبة العقد للمخاطرة الثلاثة الواحد بمعنى ان احنا الصفقة اللي هنكسبها هنكسب فيها الثلاث اضعاف الصفقة اللي هنخسرها تمام السوت كده راجع مزبوط تمام خلينا نتكلم على تالت حاجة ان انت نسبة الربح للخسارة بقى الثلاثة الواحد هنا يعني معنى الثلاثة الواحد ان انت بدل ما كنت هتكسب في الصفقة واحد لواحد 200 دولار بس لانت تلاثة الواحد هتكسب ثلاثة اضعاف وقف الخسارة بتاعك انت هتخسر في الصفقة امتين لكن هتكسب في الصفقة الواحدة 600 هنشوف بقى المثال اللي هو انت 3,600 600 للصفقة فاربع صفقات كسبانين انت هنا كسبان الفين وربعمائة دولار طيب والمعطيات ثابتة في الخسارة هم ست صفقات والوقف الخسارة بتاعك متين دولار الف وامتين فانت هنا شفت الربح بتاعك بقى عندك الف وامتين دولار نسبة ربح هي هي المعطيات ثابتة بس هنا انا عايز اقول كل لما هيكون نسبة الربح بتاعك او نسبة العائد للمخاطر اعلى كل ما هيكون ده افضل لحسابك النقطة دي مهمة جدا ان انت تكون مخالي بالك منها في الاستراتيجية اللي انت هتتبعها او هتشتغل عليها من البداية خلينا نتكلم بعد كده على ادارة راس المال في بداية التداول وقبل الدخول في الصفقة لازم تحديد نسبة المجاسفة اللي انت هتتحملها هي تقريبا مشابهة لوقف الخسارة وزي ما قلنا ان انت بتختلف من شخص لشخص من واحد في المية الى عشر في المية بحد اقصى وده بيرجع طبعا لتحملك للخسارة وقابليتك للمخاطرة طيب خلينا هنا نقول مثال على ادارة راس مال بنسبة خمسة في المية للصفقة الواحدة معنى ادارة راس مالي بنسبة خمسة في المية يعني هنا احنا بنقول اكبر نسبة خسارة انت تقدر تتحملها في الصفقة الواحدة هي خمسة في المية من الحساب بمعنى انت لو حسابك كان الف دولار ودخلت اشتريت او بعت عقد واحد اللي هو نقطة بدولار عقد مصغر فانت هنا اقصى وقف خسارة هيكون خمسين نقطة خمسين نقطة ليه لان هما الخمسين نقطة دي هتمثل خمسين دولار اللي هي خمسة في المية من حسابك اللي هو الف دولار فانت هنا بحدد ادارة راس مال لحسابك اقصى نسبة انا اقدر اخسارها وهكون متقبل نسبة الخسارة فيها طبعا معنى هنا ان انت اقصى خسارة تتحملها 5% من حسابك ان انت بتبقى متأهب يعني داخليا ان انت لو خسرت الصفقة دي حسابك لما هيبقى 950$ انت متقبل ده مش هيأثر عليك في حاجة فده نقطة مهمة جدا ان انت تكون متبعها ان انت تكون عندك ادارة راس مال لكل صفقة انت دخلها والحسابك سابع حاجة وده مهمة جدا ان انت لا تتحدى السوء تحليل العملات ومتابعة الاسعار دي بتاخد وقت ومجهود كبير وبتاخد وقت ووهد وصبر كمان ولازم تنتظر الفرصة اللي بتتفق عليها او بتتفق عليها الاستراتيجية اللي انت شغال بها فيه كثير من الاوقات متداولين بمجرد ما بيحقق خسارة صفقة او التانية هو خلاص هنا بياخد ان السوء عدو ليه وعايز ينتقم منه وعايز يحقق او يعود الخسارة اللي هو اخسرها بيعودها ازاي ان هو يكبر العقود بتاعته ومجرد ما بيكبر العقود هو هنا بيدرب عرض الحائط بوقف الخسارة بتاعته او ادارة راس المال بتاعته او نسبة العقود للمخاطرة تمام فدي نقطة مهمة جدا ان انت ما تتحداش السوء السوء مالوش كبير عشان نكون صورة حافز السوء مفيش حد ادري ان هو يقدر يسيطر على السوء او يمتلك السوء انت السوء بتتداول او بتتعامل معاهم مبدأ الحيطة والحزر تكون مخلي بالك منه جدا انت لو حصيت نفسك في وقت ما لا انا عايز انتقم من عايز اقبر العقود عايز اعود الخسارة افضل ليك ودي نصيحة اقفل الحساب وما تشتغلش في اليوم ده فكرة ان انت هعود الخسارة في يوم وانا لا انا الصفقة اللي كنت خسرتها هعودها النهاردة وتبتدي تلود على نفسك وهيديك مجود وعصبية اكتر كل ده غلط كل ده انت لو انت عندك استراتيجية متبعها دي الرقم واحد فانت عارف امتى هتدخل وامتى هتخرج عندك ادارة رسمال فانت عارف هتدخل حجم العقد اللي انت هتدخل بيه قد ايه ونسبة خسرتك قد ايه عارف الهدف بتاعك قد ايه انت هنا دي احنا بنحط السيستم اللي انت تمشي عليه القواعد اللي انت لو حطتها هتتلاشي اي اي اخطاء او اي حاجات ممكن تأثر على نفسي تكون تشغيل لا فيه طمع ولا فيه خوف مفيش طمع لان انت خلص انت محدد الهدف بتاعه وما تحاولش تتغيره مفيش خوف لان انت مش خايف من وقف الخسارة لان انا عارف انا داخل الصفقة دي انا متوقع اقصى خسارة 5% خلاص طالما فيه وقف خسارة انت مش خايف ان السوق يعكس عليك بنسبة كبيرة مشكلة ان الخايف ده هو محدد وليكن وقف الخسارة بتاعه 50 نقطة ومجرد ما بيقرب الوقف الخسارة طيب انا ابعد لخليه 70 يبتدي يقرب لل70 تبقى خليه 100 هنا بيبتدي يورط نفسه في خسارة اكبر خسارة الحساب نفسه ما يستحملهاش فده قواعد دي مهمة جدا انت لو اتبعتها في الخطة بتاعتك هتسهل عليك الامر وهتبقى فعلا متداول عملات محترف وهتقدر تستفيد من كل خطوة وهتقدر تدفلها وتضيف لخطتك انت بشخصك هتقدر تضيف لا طب انا احدد وقف الخسارة الافضل لي ايه اقدر اتقبله على حسب ظروف شغلك انا متداول انترا دي كل يوم بدخل صفقات ولا انا بدخل في وقت مقوم مثلا فاضي في الاسبوع يومين او 3 دول اللي بشتغل فيهم كل ده انت اللي هتحط النظام بايدك بورقة او قلم هتكتبه هتبقى عارف الخطة اللي انت شغال به وواحدة واحدة هتلاقي نفسك بتكتسب خبرة اكتر تيه حاجة تاني مهمة جدا وهي اسم الرفع المالية الرفع المالية عندنا طبعا في سوق العملات احنا بنشوف رفعات مالية واحد لمية واحد لمتين وربعمية فيه شركات بتقدم اكتر من كده كمان على الرغم ان انت ممكن تشوف ان هي دي ميزة لكن هي ساعات كتير بتبقى نقمة لحسابك الرفع المالية دي ان انت بتتجر بضيع في راس مالك وبتزود في القوة الشرائية لراس مالك وهي ميزة في سوق العملات ما فيش اي سوق تاني عنده الرفع المالية بالحجم ده غير في سوق العملات بس ولكن الميزة دي ممكن تتحول عند سوق استخدامها انها تطير حسابك في وقت سريع جدا انت بتبتدي تحسب اه انا معي الف دولار شغال بواحد رمائية انا معي ربعمائة الف فانا ممكن لو كسبت نسبة مش عارف اربعة في المية انا كده ضعفت كلام ده كله والحسابات دي كلها ممكن تطير حسابك خلي بالك وتكون حذر جدا من الرفع المالية انت ما تستخدمهاش غير عن ضد ضرورة انها تحمي حسابك بس في وقت الانعكاسات لكن ما تعتمدش ان انت على الرفع المالية بشكل كبير ان انت مكبر راس مالك لان انت تخلي بالك انت الالف دولار اللي الشركة مخليها لك ربعمائة الف انت الخسارة البسيطة في الربعمائة الف هتطير لك الالف اللي هو حسابك كله فانت تتداول بالرفع المالية يفضل كلما الرفع المالية قلت كل مكان ده افضل لحسابك وافضل ليك شخصيا يعني ده هيفيدك كثير ان انت كل ما هيكون ليه دايما البرصة باللي بيشتغل بالفلوس بتاعته بس حسابه ما بيخسروش كل مرة واحدة لانه شغال بفلوس مستحيل المنتج اللي شغال عليه هينزل مية في المية يعني مستحيل انت شغال لو بعشر تلاف دولار واشتريت سهب بالفلوس بتاعتك انهم بس ما عندكش رفع مالية انت هتخسر الفلوس كله لكن احنا عندنا هنا في سؤال عملات انت العشر تلاف دول بتاخد منهم ممك مية ضعف او 400 ضعف فانت اي خسارة او نسبة خسارة كبيرة في المبلغ ده هيطير لك اصل راس المال بتاعك فانت دايما بنحذر من استخدام الرفع المالية بشكل كبير دايما لما تيجي تحسب وقف الخسارة بتاعك او تحدد نسبة ادارة راس المال بتاعتك تحسبها على المبلغ الاساسي بتاعك ده اللي هتقدر تستحمل خسارة تمام خلينا نتكلم في النقطة اللي بعد كده قواعد الخروج من الصفقة زي ما قلنا قواعد الدخول وان انت تتحدد ادارة راس المال والهدف كل الكلام ده فيه كمان قواعد للخروج كمان انت تبقى محددها من قبل ما تدخل الصفقة لازم تسأل نفسك بعض الاسئلة انا امتى هخرج من الصفقة دي ودي طبعا ان انت بتحددها من قبل الدخول يعني لابد من نبحس قبل من مناطق الدخول للصفقة هو الهدف ام اكبر انت ازاي هتطلع يعني خلينا نقول ان القرار الدخول هو ممكن يكون صعب شوية ان انت هتحدد نقطة الدخول بتاعتك لكن انت ما انتش عارف مصيرك ايه بعد كده انت مصيرك تمام الصوت كده مظبوط تمام زي ما تقولنا ان قواعد الخروج من الصفقة زي ما انتم حدد حددنا مناطق الدخول وحددنا وحددنا قواعد الاستراتيجية في الدخول لازم تكمان تحدد تسأل نفسك بعض الاسئلة قبل الدخول في الصفقة ازاي هتخرج من الصفقة دي ايه هو هدفك زي ما انا نسبة وقف الخسارة بتاعتك نسبة الربح الوقف الخسارة هل انا هقفل العقود بتاعتي كلها على اول هدف انا بحدده طب انا هقسم العقود بتاعتي الاسئلة دي كلها مهمة جدا لازم تجاوب عليها قبل ما تدخل صفقتك ليه احساسك وانت جوه السوق او جوه عندك صفقات غير احساسك وانت برا بمعنى انت وانت جوه السوق ومعاك شاري مثلا اليورو دولار وهو عاكس عليك احساسك هنا انت دايما بيبقى عندك احساس الامل في ان هو لا ده هو هيرجع للهدف بتاعي طب انا ممكن اغير في وقف الخسارة ابعده شوية لان هو قرب منه انت لو سألت نفسك الاسئلة دي قبل ما تدخل الصفقة هتكون انت اللي عارف ايه مصيرك بعد ما تدخل خلاص انا عارف لو قسرت هقسر قد ايه لو قسرت هكسب قد ايه السعر لو طلع انا هعمل ايه لو بنزل هعمل ايه هقسم عقودي ازاي فانت حطت الخطة كلها فاي سيناريو هيحصل انت جاهز فما بتبقاش خايف ما فيش حاجة او فيه شعور مسيطر عليك او يقدر يخليك تغير من قراراتك للخسارة فده حاجة مهمة جدا ان انت تسأل نفسك الاسئلة اللي قدامنا دي خلينا نتكلم على الحاجة مهمة جدا ان انت لما تيجي تشتغل في سوق العملات ان انت تتداول بالاموال الزائدة عن اهتياجاتك فيه ناس كتير بتروح تستلف فلوس او تاخد قروض او تستدين او يبقى عليها التزامات مادية كبيرة وتشتغل في السوق وده مش صح عشان تتجنب الاثار السلبية عن التداول في سوق العملات لازم ان انت تتجنب المتجرب باموال انت مش هتقدر تخسرها او لو خسرتها هتأثر على وضعك المادي فالموضوع ده مهم جدا ان انت لما تيجي تشتغل في سوق العملات علشان تقدر تنفس كل القواعد اللي انا تكلمت عليها فوق دي ان انت يكون عندك الاموال اللي انت شغال بيها خسرتها مش هيأثر على وضعك المادي انت مش مستدين بيها مش هتأثر عليك او مش هتأثر على حياتك او مش هتأثر على حياتك العادية او الحياة اللي انت بتعيشها هتأثر عليك احساس ان انت عليك التزام مادي وانت بتشتغل في سوق ده هيدي لك انطباع ان انت عليك ضغوط وده مش صح ومش يعني اغلب الوقت هتبقى مش مرتاح وانت شغال وهتنفس حاجات كتير غلط وهتتحدى السوق ودي من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها من المخاطر اللي انت ممكن تعملها وبكده نكون انت هنا من من خطة التداول وانتهينا من المحاضرات للنهارده ويا رب اكون ادارت افتكو ببعض المعلومات اللي تقدر اااااااااااااااااا تستفيدوا منها وتقدر تضيف اليكم والاستراتيجياتكم اكتر اي حد عنده اي سؤال اااا يقدر يتفضل يسأله وانا هاجاوب عليه تمام? اي حد عنده اي سؤال? في اللي أنا قلته أو في أي حاجة بتخص سيكولوجية المتداول أو سيكولوجية التداول أو علاقتها بقراراتك يقدر يتفضل يسأل وأنا هجاوب على السؤال بتاعه التواصل معايا لو حد حاب يتواصل موجودين على الوب سايت موجود على تويتر في أي وقت أنا تحت أمرك في أي سؤال تمام في سؤال من واحد بيقول لي ماذا لا أستطيع الالتزام بوقف الخسارة لا هي مش ما تقدرش تلتزم لا أنت اللي تقدر تحدد لنفسك ده يعني أنت اللي تقدر تقول وانت بتحط خطة التداول بتاعتك أنت تحدد ده أنا محدد وليقون ثلاثة في المية وقف الخسارة فتلتزم به هنا بيقول لماذا لا أستطيع الالتزام بوقف الخسارة مع أننا عارفه هنا إحساس اللي احنا تكلمنا عليه إحساس الخف والطمع طيب أنت ممكن تكون طمع في السوق شوية فأنت هو قرب على وقف الخسارة بتاعك وقفنا عليها أن احنا بنقول دي من أهم الحاجات اللي بتحقلك خسارة وبتسبب لك خسارة فأنت لو ملتزم عندك التزام تام بالقواعد اللي أنت حطتها خلاص ده هيريح عليك الأمر فيما بعد فأنت الموضوع كله في إيدك أنت كمتداود أنا بقول لك على القواعد اللي أنت المفروض تنفزه تمام أي سؤال تاني تمام شكرا للحضور النهاردة وإن شاء الله ألقاكم في محاضرات قدامة ويتكون لنا محاضرة إن شاء الله من يوم الخميس الجاي برضو في نفس المعاد ومتشكر لكم جدا وإن شاء الله أكون قدر تفيدكم بحاجة تقدر تفيدكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته